حضراتكو كلنا كمصريين أكيد مية في المية شايفين الجدل الكبير اللي بيحصل في وضع دستور مصري اللي حيوعد لسنين طويلة المفروض نتبعه ويبقى الجايد لنا أو المرشد لنا في كل حاجة لبلدنا طبعا زي ما حضراتكو عارفين الأقويل بتقول الإخوان المسلمين والسلفيين عايزين هم اللي يحطوا الدستور ومحدش يحط الدستور غيرهم بشكل أو بآخر طبعا حضراتكو عارفين إنه دخلنا في لجنة خاصة أو أحزاب وطيارات الليبرالية وغير الليبرالية في إنه إحنا هنعمل دستور يا جماعة يكون ضم كل الناس تيجي تقول هم عايزين إيه لوضع الدستور موازي جدل كبير وهنوصل في الآخر إلى دستور إن شاء الله طبعا طيب ما تيجوا نعمل بقى ريفرش كده وتوعية لتاريخنا نرجع لتاريخنا تاريخنا إيه تاريخ مصر الدستور ده ستير اللي اتحطت في مصر كانت مين اللي حطها وحطوا إيه في الدستور لو عرفنا التاريخ هنعرف نحط المستقبل 1882 1923 دستور 1954 وبعدين 1956 54 ده كان مخفي كان محطوط في الدرج هنعرف من ضيفي وبعد كده 1971 لغاية ما دلوقتي انتهى 1971 في 2011 وإن شاء الله هنحط دستور 2012 سريعا عشان طولت في المقدمة معايا ومشرفني في الستوديو الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ كلية الأداب جامعة القاهرة صباح الخير يا فن صباح الخير ممكن سيادتك تسمح لنا أن احنا نبحر مع سيادتك في التاريخ يعرف ومبتدي من دستور 1882 ده كان أول دستور عرفته دولة مصر ها مش حادرة سميه دستور بمعنى كلمة دستور لكن هما زي ما هما سموه اللائحة الجديدة لأنه هو ارتبط بأحداث الثورة العربية نعم ولازم نتذكر أن قبله كان حدث أكبر تطور نيابي في الشرق الأوسط إنشاء مجلس شورى النواب 1866 وده يوضح لنا ويوضح للسادة المشاهدين أن مصر عندها تاريخ طويل جدا نيابي ودستوري نعم فإحنا مش لسه بنلعب جديد لا إحنا تاريخنا أثر في تاريخ المنطقة كلها وفي تاريخ أفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط كله عودة مرة أخرى إلى لائحة 1882 كان مشروع دستور مهم جدا ومرتبط بالثورة العربية وصابق لعصره تم إيقافه بحدث طارق على تاريخ مصر وجهها للأسف ليست في الطريق الصحيح تلال البريطاني لمصر 1882 وتعليق الحياة النيابية وإلغاء مجلس شورى النواب اللي هو كان بمثابة برلمان تلك الفترة ومن هنا فضل حلم المصريين لحد ثورة 19 الدستور طب أنا هستأذلك سؤال صغيرة قبل 1882 كنا ماشيين إزاي بدون دستور لا الدستور أو بدون بالزبط إذا ما أنت بتقول حضارك ما كانش دستور عبارة عن مجرد مجرد إيه؟ قبل 1882 كان الحاكم أو الخديوي سلطة مطلقة هل وبالتالي أنت لست في حاجة إلى دستور أنت في حاجة إلى شوية قوانين وأوامر يصدرها الخديوي لكن مع التطور الديمقراطي اللي عرفته مصر لا الشعب لابد أن يكون له دور والشعب لابد أن يحكم ومن هنا فكرة الدستور الدستور حتى كده لما تدخل على ناس كده بالبلد كده أول مرة تقول دستور ياهل الدار دستور يا سير اللي هو فكرة التعاقد أنا داخل عليكم ونعمل بقى تعاقد وشركة مع بعض فمن هنا جات فكرة الدستور مع التطور الديمقراطي اللي عرفه العالم واللي مصر عرفته في نفس الوقت في القرنة 19 اللي هو أن الحاكم ليس له سلطة مطلقة وأن الشعب لابد أن يشارك في ذلك لأنه ببساطة جديدة هو الذي يدفع الدرائب اللي بتسكل الدولة وبالتالي لا الحكمة التقليدية لا درائب بدون تمثيل مش هدفع والله للحكومة درائب إلا إذا أنا كان ليا دور في تنظيم العلاقة وصار في هذه الأموال وتنظيم الدول طيب ننتقل من 1882 إلى 1923 23 مين اللي وضع الدستور؟ 1923 مين اللي وضع الدستور؟ لجنة سميت لجنة الثلاثين تم اختيارها لجنة مختارة وفي الحقيقة كانت على أعلى مستوى يعني عشان بس برضو اللي بيختار اللجان يعرف يعني إيه اختيار لجنة ياريت اللجنة كانت على أعلى مستوى وكان بيرقصها حسين باشا رشدي اللي كان رئيس وزراء سابق ولو اسم شارع شارع رشدي في وسط البلد وكان فيها نخب من كبار القوم وكان فيها تمثيل رائع للأمة لجنة كانت الثلاثين كان فيها خمسة عباط نسبة والتناسبة وكان فيها واحد يهودي يهودي مصري لأن كان فيه جالية يهودية مصرية عايشين وما كانش فيه أي حسية وكان فيها ممثل عن البدو نعم هنا التمثيل ده واختيارات بقى من رؤساء وزراء سابقين ووزراء لحسن التمثيل لأن الدستور معناه حلم أن الأمة تحلم بمستقبل قادم لمدة عقود وبالتالي هذا الحلم بعد ذلك يجلس القانونيين ليه ينظموه في شكل قانوني يعني الدستور في الحقيقة هو ليس شكل قانوني هو حلم للأمة في وضع السيناريو للمستقبل ثم يجلس القانونيين ليضعوا تصور قانوني لهذا الأمر مش قوانين لأن القوانين تضع بعد ذلك بناء على هذا الحلم الذي أخذ الشكل قانوني أو العقد الاجتماعي في الحقيقة هل التاريخ سجل لوضعوا الدستور بتاع 1923 قعدوا قد إيه حطوه؟ لا المدة كانت صورة جدا لأن كان معناه لأنهما بدأوا بداية صحة برضو بدأوا بالدستور 23 في سنة 23 وبعد عقد الدستور 23 تم إجراء انتخابات البرلمانية 24 في التضرب فالمدة كانت أشهر عشان يتعمل عملوا الدستور الأول وبعدين عملوا البرلمان طبعا يعني الكلام في مثل هذا الموضوع دولتي بيصير حساسية لا أنتوا بتقولوا كذا المسألة مش كده المسألة ببساطة جديدة عشان أجيب برلمان وأجيب رئيس لابد أن تكون هناك دستور يا سيادنا يعني لازم يكون فيه قلب به تهس بس يعني بدون دخول في حكاية استفتاء أو لا أو بتاع الدنيا كده سنة 1923 لما كنا أو كان نصر أجدادنا كانوا بيحطوا الدستور الجديد لمصر وقلت لي أن حضرتك كان يعني فيه أحزاب أو ناس بتتكلم على طائفة يهودية آه كان فيه ممثل داخل لجنة الدستور من عيلة أطاوي عيلة يهودية مصرية تمام لأن اليهود كانوا لحد 56 موجودين في مصر تمام وفيه تعايش مصر بلد الأديان كان فيه أيامها إسلامية إسلامية لا 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 دي مشكلة تانية يعني مصر بلد الأديان زي ما قلت لحضرتك تمام ومصر تركت بصمة على اليهودية سيدنا موسى متربي في مصر وموسى معناها الطفل بالفرعوني طبعا المسيح والسيدة مريم وحتى دخول المسيحية مصر كان السيدة مريم والمسيح هم إزيس وحرس الصغير الإسلام إحنا ما نعرفش عن إيه الأزهر إلا لما نخرب ونروح ماليزيا وإندونيسيا والإسلام في أفريقيا فمصر ما هيش محتاجة تتعرف هويتها مصر إسلامية بطبعها ولعبة دور كبير جدا فبالتالي عندما تحاول أن تعرف المعرف ففي الحقيقة أنت اللي في أزمة فلإن المجتمع المصري في أزمة دلوقتي فهو بيحاول التمسح ببعض الشعارات اللي لو المجتمع ماشي في طبيعته هو ماشي في حاجة إلى ذلك طب 1882 ما عليش حرج على وراء تلك اللجنة أو والجماعة اللي اتفقوا أن هما يحطوا حضر الكواتيري هو شبه دستور شبه دستور برضو كان فيه إسلامية إسلامية لأ لأ لأن المجتمع أنت بتتكلم على مجتمع مصري مجتمع مصري هو اللي إدى الدين مش عارف أقولها إزاي يعني هو هو الأعاد سياغط الدين مرة أخرى وقدموا هبة للعالم كله سواء المسيحية الرهبانة يعني هدية مصرية للبتاع الإسلام والأزهر فما فيش يعني يعني هتروح تبيع المياه في حارة السقعين نعم أنت البلد اللي بتعرف الدين نعم ف يعني اللي بجمع كل الأديان في أرضها حضرتك لما كانت الفاتوى بتطلع من الأزهر كان بتطبق في إفريقيا وفي الماليزيا نعم شوف التسميع إزاي ف لأن المجتمع المصري يمر بمرحلة صعبة نعم فأنت تحاول طيب أن ترفع الشعارات لتداري مشاكل أخرى في الحقيقة نسير إلى الأمام وننتخل من 1923 23 إلى الدستور الخاص ب1956 كان فيه 54 طبعا ومشاريع 54 مثلا لو حركت عرفت مين كان ضمن الأعضاء بتوعه أرجوك قولي طاع حصين طاع حصين وهو ليس القانوني الفيلسوف الكبير عبد الرحمن بدوي أحمد لطف السيد لأن زي ما قلت حرك فيه فكرة غلط عندنا عند الدستور حلم وأمة بتقعد كده وتحلم وتحط مبادئ عامة كده وسيناريو للمستقبل ويبقى معك قانونيين بس قانونيين متخصين في الدستور لسياغة ذلك ومن ضمن الحاجات الأساسية في الدستور أنك أنت بتراعي كل الفئات اللي موجودة طبعا طبعا حضرتك الدستور 23 تتكون بعد تصريح عفصة 22 وأعلان المملكة المصرية اللي كانت يعني يمكن هي الدولة الوحيدة المستقلة مستقلة في إفريقيا وفي العالم العربي ومملكة المصرية دي كانت زمان قصة كبيرة كان فيه يهود وكان فيه أقباط وكان فيه بدو تمام وكان فيه مبدأ مهم جدا في دستور 23 حرية الاعتقاد يمكن حرية الاعتقاد المطلقة صح؟ كان موجودة في 1954 و54؟ و54 دستور رائع رائع لأن أنت ما انتش في حاجة تحط قيود على الحريات أنت مجتمع مصري أنت عملت الثقافة والفن للعالم كله العالم العربي بيتعلم مننا زي ماينا حتى المؤرخين في العالم العربي بيقولوا لسه كان أول مبرح واحد أستاذ التاريخ من الكويت بيكلمني بيقول لي إحنا بنتبعكم عشان النجاحات اللي عندكم هتجينا فلازم ننتبه لهذا الأمر فقيود لأ وحسن المصرية قادرة على تجاوز كل هذه القيود نكمل هل تحقلت لي حضرتك أن فيه قبل دستور 1956 كان فيه دستور 1954 درح فين؟ ده راح مع الوهبة زي أنا بيقوله كده وستسر عيسى بيقول لي قافوا صفيحة الزبالة وكده لأن حصلت تغيرات وتطورات في مصر أزمة نالس 54 ثم وصول جمال عبد الناصر وأعداده لدستور 56 اللي قيد شوية الحريات في الحقيقة وقيد التنظيمات الحزبية والسياسية وكان هناك اتجاه نحو سياسة الحزب الواحد فبالتالي دستور 54 في الحقيقة لم يخوز حقه في الظهور حضرت بتقول لي دلوقتي ملحوظة مهمة جدا الرئيس الراحل طبعا مع كل الاحترام زعيم جمال عبد الناصر تقول لي أنه كان فيه في الدستور بتاعهم شوية تقييد للحريات طبعا ومن أكتر الناس اللي اتضروا من هذه التقييد الحريات كمين؟ المصرين كلهم وبما فيهم جمال عبد الناصر نفسه على فكرة جمال عبد الناصر أدرك هذه المشكلة وكان دائما معارضينه لما يختلفوا معا حتى عبد حكيمة عامرة ما يختلف معا في استينات قال له إحنا هنستقيل بقى ونعمل إقامة حياة ديمقراطية سليمة اللي هو المبدأ السادس من مبادئ صورة 23 يولي ودي كانت نقطة ضعفة عند عبد الناصر وحتى لما خرج الشباب في 68 في مظاهرات معارفة بمظاهرات محكمة الطيران وكده وعبد الناصر اتأثر جدا لأن كانت النقطة ضعفة أنه لم يستطع أن يقيم المبدأ الذي لم يتم من مبادئ الصورة إقامة حياة ديمقراطية سليمة ولذلك كان عبد الناصر عنده مشروع أنه يعمل أحزاب ولو استمر العمر بعبد الناصر كان هيعمل نفس تجربة السادات ومنابر وأحزاب لأنه بدأها بتنظيم طلاقي سري وقال بعد كده هيطلع للعلن ويبقى ده حزب الصورة ويبقى فيه حزب تاني فعبد الناصر أكتر واحد انضر من عدم إقامة حياة ديمقراطية سليمة الحاكم هو أكتر واحد بينضر ونفس الشيء كان بالنسبة لمبارك هو فوجأ بالصورة لو فيه نظام ديمقراطي سليم يحمي الحاكم قبل أن يحكم يحمي الشعب دستور 1956 كان فيه إسلامية إسلامية؟ لا تمتش في حاجة إلى ذلك يعني يعني أنت بتعرف المعرف يعني مصر هويتها إيه؟ مصر هويتها إسلامية طبعا إحنا بنتولد مش محكيين بنحنا نقول إحنا بنتولد مسلمين أو مسيحيين وبنتجوز على المذهب الحنفي يعني إحنا لما بنتجوز وعلى الصداق المسلمين وعلى مذهب الإمام وأبو حنيف وحتى يعني بعد الشر لما بنطلق بنطلق على المذهب على الإسلام ولما بنموت يعني فيه بعض المبالغة بعض الشيء في هذا الأمر لأن مصر هي اللي بتصدر الدين مش هي اللي محتاجة أحد يعلمها الدين من 1956 لغاية 1971 لما ابتدنا نحط دستور جديد كده مر كم سنة؟ من 56 لغاية 71 احسب بقى 15 سنة يا حاجة زي كده كويس يعني إحنا تقريبا الدستور اللي حنحطه دلوقتي ده غالبا مش أقل من 15 سنة المفروض أو 10 سنين ويمكن 20 سنة لا لا يعني إذا غيرنا الدستور في 15 سنة يبقى مصر بتدخل في مرحلة خطرة الدستور على الأقل يقعد عقود الدستور الأمريكي بقى له دلوقتي أكثر من 20 سنة الدستير لا تغير عشان كده أهمية وضع الدستير طب إحنا ليه عملنا في تاريخ مصر إن إحنا بنغير الدستير بسرعة أو شدرية؟ لأن ما فيش استقرار استعمار فيه ظروف الحرب الحروب اللي أنت دخلتها بشكل كبير جدا فده عدم استقرار ظروف انقلابات أو صورات أو تغير حكام ده كله بيأثر ولكن البلاد اللي فيها المفروض استقرار وبلاد متقدمة والبلاد اللي هي بتبص المستقبل المفروض الدستور ده يقعد سنين طويلة تقاس حضارة الأمم بأنها لا تغير في الدستير كثير لأن ده معناه أنه فيه استقرار وبالتالي بيانعكس على الحالة السياسية والحالة الاقتصادية والاجتماعية نكمل وصلنا من ستة وخمسين وصلنا الواحد وسبعين ظروف واحد وسبعين ايه؟ يعني مين اللي وضع الدستور الخاص بألف ستعمية وواحد وسبعين؟ السادات لما جه أراد أنه يحدث انفتاحه زي ما قلت الحالة بعد حرب سبعة وستين هيبة دولة انكسرت وبتالي كان لابد من إعادة تشكيل النظام الجديد وعبد النصر هو اللي قال كده قال علينا أن أعترف أن التجربة قد فشلت وعلينا أن نعيد البناء فطبعا هو مات سريعا لو كان عبد النصر استمر كان هيعمل دستور 71 لأنه هو عمل بيان 30 مارس اللي هو كان مشروع دستور برضا السادات كان عايز ينفتح وعايز يدين نفسه شرايا أكتر كمان للحكم لأنه داي بعد عبد النصر فدعا إلى إعداد دستور دائم وسمى دائم عشان مش عايزين تغيير بقى عشان كده وحش وفعلا كان اسمه الدستور الدائم ودعا لي بعض المعظم أسات التقالون في الحقيقة وكان بدعوة ولجنة مشكلة حضرتك كان التاريخ ذكر عدادهم كم كام؟ لا أتذكر العدد الآن لكن العدد ما كانش كبير لأن فيه مشكلة تانية في الدستير إذا كبرت الأعداد عمرك ما هتوصل للدستور ما هدين مصيبة ما هدين مصيبة لأنه كل ما بنزود عدد الناس اللي بتاخدوا القرار كل ما بنقعد نتخنق أكتر بزرط ما هو فيه أزمة يعني مثلا عودة مرة أخرى للحالة الحاضرة أنت لست في حاجة أن تمثل حزب ما باربعين واحد لأنها مش تصويت ده أقولهم ليه يعني أسأل السؤال ليه هو واحد أو اتنين يقول رأي الحزب بس لكن هتلجأ للتصويت ده مش دستور نيه كم؟ اللي وضعوا الدستور لجنة من القانونيين مع بعض المفكرين وعملوا دستور رائع جدا بس طبعا عندنا مشكلة أن الحاكم دايما بتدخل في الدستير لأسف الشديد وبعض الأساتذة الأساتذة الفقه الدستوري اللي وضعوا القانوني 1 تصابين قالوا إحنا عملنا المسودة القانون بس لما جاء يطلع اتغير فيها حاجات اتغير فيها حاجات من غير ما يعرف ودي شهادة بيقولها بعض الأساتذة هل التاريخ كتب إيه اللي ممكن يكون اتغير سلطات الرئيس الجمهورية أنه يبتبقى أوسع أي دستور ليس علي خلافة غير المادة التانية اللي تم اختراع عليها إشكال بينما هي مش إشكال خلص وسلطات الرئيس الجمهورية أن دايما سلطات الرئيس الجمهورية حريص على أنه هو في النظم غير الديمقراطية أنه يوسع سلطاته فبالتالي تم توسيع سلطات الرئيس الجمهورية بشكل كبير جدا في دستور 71 ثم التعديلات التي ألحقت بدستور 71 لتوسيع سلطة رئيس الجمهورية وتوسيع مدد رئاسة الجمهورية وعلى سبيل المثال تم تمرير مثلا أن رئيس الجمهورية له مدتين مثلا تم تغييرها إلى مدد واستفت عليها الشعب بس حتى معها مادة إيه للأسف الشديد فيها تلاعب بمسألة الدين والهوية تم الاستفضاء على المادتين أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع مع أن الرئيس يحكم مصر لمدد وبالتالي فتح المسألة وبالتالي الناس فرحت شريعة إسلامية وتم تمرير هذه المسألة اللي أدت إلى أن مثلا المبارك يقعد 30 سنة بينما أي رئيس مهما كانت انتصاراته بره فيش أكتر من مدتين لتجديد الدماء والمسوط والمدة بالتكبت بأربع سنين ولا حاجة وممكن أربع سنين المدة في مدتين يبقى تمانية أو ستة يبقى اتناشر على أقصى حاجة ولو حتى كان منتصر يعني الدول الأوروبية أسقطت دي جول نفسه البطل الكبير قالوا له كفاية فمن هنا تحديد المدة من أقصرها شيء مهم جدا وتقليل السلطات رئيسي كمهورية هل كان في 1971 كان فيه إسلامية إسلامية؟ لا لا يعني مش بالشكل اللي هو لا مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع تمام مش المصدر الرئيسي التعديل حصل بعد كده المصدر الرئيسي ما كانش فيه في الوقت ده كمان حاجة إلى ذلك هي مسألة هو خلاف مفتعل هو خلاف مفتعل أحيانا ويفتطرفع في الحقيقة مش لصالح الإسلام لأن إحنا عندنا القرآن الكريم نعم أنت لست في حاجة إلى دستور أنت عندك ما هو أكبر من الدستور القرآن الكريم يعني في دستور هو أنت تتعامل مع مجتمع كفر يعني فيه أشياء غريبة نكمل 1871 فضلنا بقى به 30 سنة تقريبا لغاية 2011 صح؟ صح وفي خلال السنين 30 سنة دول حصل بعض التعديلات في هذا الدستور من ضمن التعديلات نفكر نفسنا كده؟ أهم التعديلات في الحقيقة التعديل الخاص بفتح مدد الرئاسة ده كان تعديل قاسي جدا وده العمل له السادات في الحقيقة ومرره بشكل كبير جدا ثم الشريعة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لأن أداة التعريف في الحقيقة بتلعب در طبعا حرف واحد بيختلف تمام بينما مثلا حزب النهضة الإسلامي في تونس قال مش متضروري الشرط على ذلك في الدستور الآن ليه؟ لأن المجتمع الإسلامي هناك وما فيش داعي وإنت عندك هنا المجتمع الإسلامي ومسيحي يعني الناس متدينين جدا في مصر كويس يعني هنا زكاء حزب النهضة الإسلامي في تونس نعم لا يعني التعديلات فكرنا بس التعديلات هم أهم التعديلات هم التعديلين دول اللي أطاحوا بفكرة الدستور نفسه نعم لأنه خلى رئيس الجمهورية هو دائم مدى مدى الحياة فأنت كده أسقطت النظام الجمهوري أنت حاولته إلى نظام ملكي نعم الأزمة هنا أن أنت بتعمل دستور لنظام جمهوري وبتحترم وبتقسم على احترام الدستور وعلى النظام الجمهوري فيه ثم تعدل هذا الدستور نعم وتجعل فيه مدة الحكم فيه مدى الحياة ده ما بقاش نظام جمهوري أنهي دستور مر على مصر 1882 لغاية 23 1954 و56 لغاية 1971 أنهي دستور مر على مصر كان فيه توازن ما بين رئيس الجمهوري وما بين سلطاته وما بين مجلس الشعب وبين سلطات مجلس الشعب في الحقيقة كل دستور بيعبر عن وقته وعصره يعني 23 كان دستور رائع بالنسبة لعصر في الحقيقة مشروع 54 رائع رائع ومتقدم بشكل كبير جدا 71 في نصه الأصلي مع تقليص سلطات رئيس الجمهورية وأنه ما بقاش هو رئيس هيئة القضاء ورئيس هيئة الشرطة وأنه هو اللي يحل مجلس الشعب ورائع يعني فيه ناس حتى بتفكر بأن يا جماعة بلاش نتخانئ على دستور جديد وناخد دستور 71 ونعدل فيه فقط الباب اللي خاص أو الأجزاء اللي خاصة بيئة سلطات رئيس الجمهورية سؤال أخير لأنه المخرج بيقول لي الفقرة انتهت لا أتوضر سؤال أخير عدد الناس اللي حطوا الدستور بتاع 71 كم؟ لا كانوا قليلين جدا برضو مش فاكر العدد قدي بس كانوا قليلين جدا جدا يعني يعني تعدوا لـ 30-40 لا 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 قليل جدا بصفة عامة قاعدة عامة في أي لجنة في أي أعداد دستور كلما قبرت العدد كلما أفشلت الدستور ما عليش نطلع من جوايا لا 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 للأسف الشديد مشاهديننا للأسف الشديد لأسف الشديد لأسف الشديد لأسف الشديد عشان كلا بنوع في نفس الأخطاء الدكتور محمد عفيفي في رئيس قسم التاريخ كلية الأداب جامعة القاهرة نورتنا يا فندم وشكرا جزيلا لحضرتك ونستعين بحضرتك في تاريخ مصر في مواضيع تانية بإذن الله تعالى أهلا بحضرتك إشمعنا في كل الدستير اللي مرت على جمهورية مصر العربية أو مصر الفرعونية والتاريخية إن إحنا محدش آل إسلامية إشمعنا السنة دي عايزين إسلامية إسلامية مع إن إحنا كلنا مسلمين يعني يعني بنسلم أمرنا لله إشمعنا هذا الدستور على مر التاريخ برضو عايزين ميت واحد يحط الدستور تركيا بيحط الدستور إتناشر إتناشر نفر اللي بيحط الدستور وكل واحد من الاتناشر دول عبارة عن تلاتة من كل حزب حتى لو الحزب الأغلبية بالزبط فاصلوا راجعين